اشتركوا في القناة واهمية تعزيز وتظافر كافة الجهود النبيلة لكل ما فيه صالح الوطن والمواطني اضافة الى الانجازات الصحية الوطنية المثمرة للتصدي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 معربا جلالة الملك المفدى يده الله عن شكره وتقديره لرئيسي واعضاء مجلسي شورى والنواب على مواقفهم الوطنية وجهودهم المخلصة واشد جلالته بدعمهم التام لخطة الحكومة لاجلاء المواطنين من الخارج وفق الاجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ وسلامة الجميع وقال جلالته اننا حريصون على عودة ابنائنا جميعا من الخارج باسرع ما يمكن ولن نألو جهدا في ذلك مقدرا لمجلسي شورى والنواب ما يبدونه من تعاون بنا مع السلطة التنفيذية ضمن الجهود المخلصة المميزة للفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس الذي يعاني منه العالم أجمع مشيدا رعاه الله بكل التقدير بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله كما أثنى جلالته على العمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يوالي بذلها فريق البحرين من كافة القطاعات والمؤسسات وكوادرها المخلصة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تحقق نجاحات متواصلة بفضل من الله وبتكاتف جهود الجميع مقدرا جلالته المساعي الإنسانية النبيلة للطواقم الطبية والكوادر الصحية والتمريضية البحرينية وكافة الجهات المعنية التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومهنية وشجاعة مميزة خلال هذه الظروف الاستثنائية شاكرا حفظه الله المواطنين الكرام والمقيمين على استجابتهم للإرشادات الاحترازية الصحية ما يدل على وعيهم وتحضرهم وتكاتفهم جميعا لتجاوز هذه الأزمة منوها أيده الله بأن تاريخنا الوطني سجل لأهل البحرين مواقف عظيمة وأمثلة في التكاتف والتعاضد مكنت البحرين من تخط العديد من التحديات وأشار جلالته إلى أن الوضع الصحي بحمد الله مطمئن وأن مملكة البحرين ستواصل تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وأضاف أيده الله أننا نتابع عن كثب ونقدر ونعتز بالجهود الوطنية الحثيثة من الجميع وسنواصل معا عملنا الوطني المشترك آملين أن يزول انتشار هذا الوباء العالمي في وقت قريب بعون الله متمنين للجميع استمرار التوفيق ولوطننا العزيز دوام الرقي والازدهار من جانبهما أكد رئيس مجلسي أشورى والنواب أن جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه هو الدعم الأول للمواطن في هذه المرحلة الاستثنائية حيث بيّنت توجيهات جلالته رعاه الله الحرص على رعاية شؤون المواطنين وتوفير كافة سبل الدعم لتجنيبهم أي تأثيرات على مستواهم المعيشي خلال هذه الفترة إلى جانب اتخاذ جملة من القرارات التي حصنت الاقتصاد الوطني وساندت القطاع الخاص ودعم أجور العاملين فيه عبر إطلاق حزمة مالية وتنموية تهدف لاستدامة نمو هذا القطاع المهم والحيوي وهي الخطوات التي حازت على إشادة واسعة ولفتا معاليهما إلى أن اللقاء بجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه حمل الكثير من التطمينات على قدرة المملكة على تجاوز مختلف التحديات والظروف ومن بينها الأوضاع الراهنة التي تواجهها دول العالم أجمع في ظل تفشي فيروس كورونا وانتشاره في العديد من الدول منوهين بالتوجيهات الإنسانية لجلالته ولفتته الكريمة للأسر المتضررة جراء التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي حيث إن المواطن دائما وأبدا له الأولوية في فكر القيادة الحكيمة وفي كل خطة أو قرار يتم اتخاذه فيما أكد معالي رئيسي المجلسين مساندة المجلسين لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة لمواجهة التحديات على المستوى الصحي بالدرجة الأولى إلى جانب ما يتعلق بالاقتصاد الوطني مشيدين بالجهود الخيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج عبر خطة لإجلائهم وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع وما يطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه قطاعات متعددة جراء هذا الفيروس منوهين بالدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون عبر التزامهم بالتوجيهات والقرارات الرسمية وهو ما يعكس مستوى الوعي الاجتماعي الذي يتمتع به شعب مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر